يحتج محمد مع زملائه الأساتذة المؤقتين أمام وزارة التربية والتعليم يطالبون بتسوية وضعهم المهني ويهددون بتصعيد الاحتجاج اليوم عشرات والألاف السيادة اليوم موجودة أمام وزارة التربية وتليم ذا اليوم موجودة في الشرع اليوم أطلبنا واضحة وصريح ما نشبش نتراجعوا اليوم جحان الوقت التسوية الملاف تسوية نهائية ومعالجة نهائية بكل جدية وبكل موضوعية بعيد عن كل اللي سار قبل نسبة البطالة في تونس ارتفعت لأكثر من ثمانية عشر في المئة في الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري فشل الحكومات المتعاقبة في حل قضية التشغيل ينظر وفق اتحاد المعطلين عن العمل بموجة احتجاجات اجتماعية في الفترة المقبلة كان مفروض انتداب عشر الاف معطلة عن العمل بعنوان ميزانية 2021 ولكن هنا نرى الى حد الان ما فهم احد شيء هو بدو الملف ذا يولي عحليه نقطة استفهام كبيرة في كيفية تشريعه وفي منها تعطيل منها تنفيذه في المقابل يزيد عجز الموازنة المالية العامة من صعوبة حل مشكلة البطالة ويرجع مختصون جانبا كبيرا من هذا العجز الى ارتفاع فاتورة الاجور في القطاع العام التي تشكل اكثر من سبعة عشر في المائة من الناتش الداخلي المحلي في ظل الازمة المالية والاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها البلاد يرى مختصون ان مواجهة قضية البطالة باتت مرهونة بانعاش القطاعات الحيوية المنتجة ذات القدرة التشغيلية العهلية تواجه حكومة نجلاء بودن تحدي تعزيز الموارد المالية للدولة والدخول في مفاوضات اجتماعية مع الاتحاد العام التونسي لشغل لتهدئة وطيرة الاحتجاجات التي شملت القطاعات الاكثر تضرورا من تداعيات ازمة كورونا والازمة السياسية المستمرة في البلاد جلال موانع الحرة تونس